نسي عجرم بدي رحب فيك على أغاني أغاني ومدي أسألك قدل فنين بيستفيد بس يكون وجه إعلامي أو إعلاني لمنتج معين قدل منتج بيستفيد بالنسبة لقلي هيدا السؤال أنا عم سألته كتير ودايما بيقولولي شو بتضيف لقليك أنا ما بعتبر يعني مش ضروري أنه كل شي أنا بعمله أو كل إعلان بعمله بدي أعتبره بس أنه هو إضافة لقلي هو جزء من النجاحات اللي أنا عم قدمها للناس جزء من نجاحي اختيارهم لإلي نجاح الأهم شي إنه نقدر قدمى فينا أن نقدم صورة حلوة للناس من خلال إعلاني اللي أنا عم قدمه أن نوصل صورة على مستوى كبير بليء بإسمي وبالشركة اللي أنا عم بتعامل معا ما بتخافي تستهلك صورتك بس تثوري كذا إعلان مفسر بنفس الوقت وشو صحة المبلغ البهضة اللي بتطلبها ناسي عجر ما بتصور دعاية بالنسبة لأستهريك الاسم معناها من يعني من بين من بين كتير شركات بيختار الأفضل وبيختار كتير قليل كمان هيدا جواب إنه بعتبره نجاح لإلي إنه إنه عم يختاروني عم يختاروا إسمي لحتى كون الواجل إعلاني لشركات كبيرة فيعني أنا بختار القليل من بين كتير فلاق بالعكس ما بخاف إنه يستهلك إسمي صحة المبلغ البهضة اللي بتطلبها ناسي كرمير سور دعاية أنا ما بطلب مبالغ، عندي مكتب وعندي مدير عمال هو بيحكي بالمبالغ بس أكيد لما تكون شركة كبيرة بدأت تعمل إعلان مع إسم إذا فيني أقول يعني إسم كبير فأكيد يعني بدنا نكون بالاتفاق يعني بده يكون فيه اتفاق أكيد تردد بالفترة الأخيرة عن التعامل مع الملحن زياد بورجي وعنده أغنية بالآلبوم تبعي شو صحة الخبر؟ مظبوط عنده أغنية بالآلبوم تبعي لهلأ أغنية بس أنا بعد ما خلصت اختياراتي للأغاني ويمكن يكون فيه أكتر من تعامل معه وأكيد إلى جنب كل الملحنين والشعراء والموزعين اللي أنا اشتغلت معهم قبل ونجحت معهم وأكيد بدأ أرجع عيد تجربة مرتينة وثالثة ورابعة وعشرة بسمعنا كمانا في أغنية من الكلمات الدكتور ميشيل جحة والحان جوزيف جحة شو بتخبريني عنا؟ مظبوط هايدي الأغنية من توزيع باسم رزاء ورح تنزل سينجل قريبا جدا اسمها معقولي الغرام عيدت إليسا بعد ميلادا بيركت إلى النوال الزغبة بيألبومة وبركت بيزياد بورجي بيولادة طفلته هل قاد في صداقة حقيقية بين الزملة بالفان؟ بالنسبة لقليقية بالنسبة لقليقية يعني أنا كل مبادرة بعملها بتكون نبع من قلبي وإذا مش نبع من قلبي ما بعملها أصلاً بالحديث عن زياد بورجي ومباركته لطفلته مش حابة تجيب شي طفل خي أو أخت لبنتك بلا حابة حابة بس إن شاء الله خير إن شاء الله خير يعني بتعرف أنه أنا ارتباطات يعني ما بقدر بهالسهولة عندي ارتباطات عندي حفلات عندي صفرات بدي أقدر نسق عطول بين شغلي وبين حياتي ففي شوية صعوبة يعني